المقارنة في الحقيقة نبعى من التمحور حول الزات اللي حضرت النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن احنا ما تمحورش حول ذاتنا وعلمنا أن احنا ما نبصش لزواتنا ونخليها هي المهمة في الزواج ولذلك الله سبحانه وتعالى كمان قال وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً بَيْنَكُمْ وَعَاشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ الْتنينَ يبقى لازم نعرف أن دي فيها حراك لازم اللي اتنين يكون كده الجواز أصلا مش معناه أننا أحقق أحلامي لكن أعيش مع أحد وبين موضة ورحمة ونس المقارنات دي بتخلينا نتجوز ويقع بقى أكبر مشكلة في جوازنا المعاصر إيه هي أن احنا نتجوز عشان نجرب بعض حققنا أمال بعض نكمل محققناش أمال بعض خلاص الجوازة دي تخلص لأن إيه اللي حاصل جربناه ومنفعش فانسيب الجواز الأمال والأحلام إحنا اللي بنبنيها مع بعض بس ما نبنيهاش في حين غفلة عن الواقع لازم نبنيها على أرض الواقع ما نتمحورش حول زواتنا ونطلب شريك حياتنا أنه هو يحقق الكلام ده اللي هو في الحقيقة مش هيتحقق على أرض الواقع لازم أكلم نفسي وأقول لها أن الصورة اللي أنا رسمتها دي كانت بعيدة عن الحياة العملية والحقيقة لأن أنا بخاف من مقارنة شريك الحياة بالصورة اللي في ذهني فيحس دايماً شريك الحياة أن أنا مش عايشة معاه أنا عايشة مع حاجة في خيالي ولذلك لازم نقول أن احنا اخترنا شريك حياتنا عشان نعيش معاه في الحياة دي ونعيش عشرة بصفات حسنة وعشان كده هو ده اللي هيخليه الحياة بيننا وبين شريك حياتنا تدوم لازم نعرف حاجة مهمة قوي أن التجربة بتكون أن احنا نعيش مع بعض على أحلى ما فينا مش أن القارن نفسنا بصور احنا رسمناها احتمال كبير ما تكونش موجودة في أرض الواقع فيه تعبير دايماً الناس بتستخدموا وهو فارس الأحلام والناس تفتاكن أن الكلام عن فارس الأحلام أو صورة الست اللي أنا بحبها ما بتعملنش مقارنة بتعملن مقارنة لازم نربي أولادنا في الجواز وإحنا بالرب المقبلين على الجواز أن أنت تتجوز وإنت عندك صفات ما عندكش صورة في بعض الناس بيتجوزوا الصورة وينكروا الحقيقة فيفضل مقارن مراته بالصورة اللي هو رسمها فما يرضاش أبداً وما يحسش أنه حياته يبقى فيها شيء سعيد وهي تفضل مقارنة بفارس الأحلام فتحس أن هي لا حبت ولا تحبت وهي عايشة مع حد بيدوب فيها ترجمة نانسي قنقر